أعلنت الحكومة اليابانية تقديم منحة طارئة جديدة بخيمة 5 مليون دولار أمريكي استجابة لأزمة الغذاء في بلادنا وأوضحت السفارة اليابانية لدى بلادنا في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه أن المنحة الطارئة تهدف إلى المساعدة في تحسين الوضع في مجال الغذاء وستوفر مساعدات غذائية للشعب اليمني عبر برنامج الأغذية العالمي وأكد البيان استمرار اليابان في مواصلة مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في الوضع الحالي الصعب من خلال تقديم مساعدات إنسانية في مجالات متنوعة وتظل ملتزمة بمواصلة بدل الجهود بالتعاون مع الأمم المتحدة والبلدان المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن